أمر الله تعالى عباده بالقصد والعدل ونهاهم عن الظلم والحيف والتطفيف في الكيل قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان فالتطفيف خلق ذميم وكبيرة من الكبائر وهو كسب خبيث ومال حرام إذا تصدق به صاحبه لم يتقبل منه وإذا خلفه وراءه كان زاده إلى النهر والمراد بالتطفيف ها هنا البخص في المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس وإما بالنقصان إن قضاهم فإذا أخذ لنفسه أخذ أكثر من حقه وإذا أعطى أعطى أقل من الواجب وهذا هو عين ما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد أهله عليه بالعذاب إن لم يتركوه قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد كان التطفيف خصلة سوء لأمة من الأمم أرسل الله إليهم رسولا ليدعوهم للإيمان به تعالى وترك ما هم عليه من هذه الفعلة القبيحة قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فلما أبوا أهلكهم الله جزاء كفرهم وسوء فعالهم وما هي من الظالمين ببعيد قال تعالى وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَافِمِينَ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيدت ثمود فالحذر الحذر من التطفيف في الميزان فإن عاقبة ذلك الهلاك والخسران ترجمة نانسي قنقر